بنفتدح حلقتنا النهاردة وإحنا راجعين لكم للهوى مباشرة وأنا اشتقت لحضراتكم جدا 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 وأنا دعيت لحضراتكم دعيت لكل مشاهدنا وكل من معانا في البرنامج وكل من استحبنا مع بعض دعوت لكم بأن الله سبحانه وتعالى نحق لكم أملكم ويصلح الحال ويجعلنا إن شاء الله في خير حال ويوسع علينا ويجعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من أهل مدده وفضله ويوسعه وسعادته النهاردة بالمناسبة دي حبيت أتكلم معاكم عن حاجة مهمة جدا أنتم عارفين أن يوم السبت عندنا هو يوم أصحاب السعادة فالنهاردة نتكلم عن مهارة مهمة أنا شفتها بعناي مهارة مهمة جدا جدا عشان الناس تقر المحبة والمودة والرحمة في البيوت وهي مهارة عدبان أوي 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 أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بيها القرآن كمان دلنا عليها في طول الزواج حتى في آخر لحظة قال لنا ولا تنسوا الفضل بينكم يبقى كل الجواز من أول وآخره عايش بهذه المهارة وعشان كان من الأشياء الجميلة اللي حصلت لي في الحج أني شفت المهارة دي بتمارس عمليا بين الحجاج فأثناء أداء المناسك ونعلى حضر لكم برضو شفتوا ده معايا لو كنتوا بتتابعوا أخبار الحجاج والمقاطع اللي بتنشر والناس ومشاهد الحجاج شفتوا مثلا بجانب ما أنتوا بتشوفوا بر الأبناء بأبائهم وأمهاتهم لكن بتشوف كمان زوج بيمسك لزوجته المظلة والشمسية ويتحرك معاها في أي حتة و هي بتأدي أركان الصلاة عشان يضلل عليها طول صلاتها أو هي ومشي معاها في عرفة ماسك الشمسية عشان يجنبها الشمس وممكن تشوف الزوجة بتدفع زوجها على الكرسي المتحرك بزوجها وبعدين يتبادل هو الدور وفهي توعد وهي يزوء الكرسي شوية كمان ممكن نعرف المهارة اللي احنا بنتكلم عنها النهار ده دي إن هي مهارة الكرام مهارة السعادة مهارة الجواز الحقيقي مهارة فن العشرة الحسنة اللي هي مهارة ايه؟ مهارة إدارة واستثمار الفضل الزواجي يعني ايه بقى الفضل الزواجي ده؟ نحن شايفين كلام كله لغبطة كده في العلاقة ما بين الزوجين وحق وحقك لا هنا بقى ايه؟ بنتكلم عن الفضل الزواجي بأنه هو الأفعال اللي جاية من القيم وجاية من الأخلاق اللي ما بتخليش الإنسان يتوقف عن الواجبات بس والحقوق بس لكن يقوم الزوجين بكل ما تمليه عليهم الرحمة والخير والجمال بغرض أنه هو يوفر الراحة والأمان والسكينة ويعبر عن المواد ده والرحمة والاهتمام والاحترام والتأدير والامتنان لشريك حياته هو ده استثمار وإدارة الفضل الزواجي هو جيه بفضل ليه؟ لأن كل واحد فيهم ما بينتظرش أن يطلب منه كل واحد فيهم ما بيوقفش عند حد الواجب عاديه لكن إيه اللي حاصل؟ هو بيعيش بمقتدر القيم والأخلاق المطلقة عارفين ده إيه؟ هو ده اللي كان بيتكلم عنه الناس عن ولاد الأصول ولاد الأصول هم المتقنين لمهارة إدارة واستثمار الفضل الزواجي وعشان نفهم أكتر مفهوم الفضل تعالوا ننظر في قصة سيدنا كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك تخلف عن غزود تابوك فذهب لحضة النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر عن تخلفه وقال إنه ما كانش عنده عذر للتخلف فحضة النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب ليقضي الله فيك ثم نهى الناس عن الكلام معاه وظل هذه الحال خمسين ليلة يا الله على حاجة صعبة أوي وفي فجر آخر الليلة فيهم نادى عليه الناس ليذهب لرسول الله فيقول سيدنا كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صفحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كهب لا ينساها لطلحة فضل فسيدنا طلحة فعل ما فعل من غير ما حتى يطلبه منه ده فكان ده فضل وكان الوحيد اللي أمل السلام على سيدنا كعب فتا كان فضل منه وسيدنا كعب منسيس الفضل ده لسيدنا طلحة في حديثة الإفك دخلت المرأة من الأنصار على السيدة عائشة فبكت معاه ولم تتكلم عملتي بس كل اللي عملته قاعد كم السيدة عائشة تبكي فكانت السيدة عائشة لا تنسى لها زارك ترجمة نانسي قنقر